أحبائي إذا كان الأساس صحيح البناء كله سليم الأساس مقام لازم يكون مقام على قيمة وكفارة وكفاية عمل المسيح وإلا بدون ما تختبر قيمة هذا الفداء وقيمة هذا العمل من أجلك ومن أجلي فإذا أنت عم بتحاول بجهوداتك البشرية وكلمة الله أثبت أنه لا يستطيع أحد أن يصل إلى الله بقوته البشرية بقول إن وضع أحد أساسا آخر غير الذي وضعه الذي هو يسوع المسيح فلن يكون ولا مش ممكن يكون من المؤمنين أو التلميذ ولا حتى من جماعات الرب المسيح هو الصخر وكل ما عداه رمال فكل من يسمع أقواله تميزه تفرده تصريحه أقواله الممسوحة بحضور وجلال المغيرة المؤثرة الفعالة تعرف حبائي بتشوف مثل ما قرأنا من فوق ليس كل من يقول يا رب يا رب بتشوف الأنبياء الكذبة يقولون أفضل الكلام وهنا أشخاص المتواضعين يسمعون أعظم الأقوال لكن المحك هو ليس ما نسمعه بل ما نعمله شو الامتحان؟ لاحظ الأمطار والأنهار والرياح وهي بتيجي يعني العواصف هياج العدو من كل ناحية فالأمطار تنزل من فوق على السقف والرياح ما هو الشيطان رئيس سلطان الهواء الرياح بتهب من كل ناحية على جدران البيت والأنهار أو السيول هي التي تصطدم بأساسات البيت وهنا طبعا يعرف إذا البيت كان صحيح وسليم مش خرافات ولا تدين خارجي ولا تقليد الناس ولا أركان العالم الجاهل لجهله بيهتم بالمظهر ولا يهتم بالأساس رمال التدين مديح الناس شوه الجاهل؟ مشكلته عدم التفكير الجاهل يعني مش يعني لما هي نفس الكلمة غبي أو أعمى روحيا طبعا لأنه في كتير ناس أشرار في ناس كتير أشرار لكن ذكاءهم يفوق أي ذكاء آخر ذكاء للشر ألم يقل المسيح أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم؟ في كتير ناس أزكياء فإذن يعني الجاهل مشكلته عدم التفكير والترويه متسرع بيبني بيت مش عاوز يحط أساس الرب يسوع هو نتكلم بسلطان جديد لأنه هو المسيح كلمة الله موسيقى